حقيقة نحن تابعنا بدقة ما ظلت تفعله الإدارة الأمريكية مع حكومة السيد السوداني لمساعدته على ضبط أمرين مهمين وهما أمران خطيران جدا يهددان العراق والعملية السياسية برحمتها الموضوع الأول هو السلاح خارج سلطة الدولة والموضوع الثاني هو موضوع تورط العراق بتهريب العملة وغسيل الأموال ودعم الإرهاب هذه المصطلحات الثلاثة التي عادة ما تتكرر بكل بيان يصدر عن اجتماع مشترك بين العراقيين والأمريكان كذلك وردت هذه المصطلحات في البيان الختامي الذي وقعه السيد السوداني والرئيس بايدن عند زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى واشنطن وهذا طبعا كان اعتراف واضح وصريح من قبل الحكومة العراقية بأن العراق نعم متورط في هذه المشاكل الثلاثة الإدارة الأمريكية طبعا حاولت خلال سنة ونص تقريبا من حكم السيد السوداني حاولت باللين وحاولت بالدبلوماسية وحاولت بالسياسات الناعمة أن تدعم حكومة السيد السوداني في تنفيذ هذه الالتزامات حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الميليشيات والشيء الثاني هو موضوع السيطرة على المشاكل الثلاثة التي المتورطة بها العراق في موضوعة الدولار لكن يبدو لي أن السيد السوداني لم يستطع أن يستوعب هذه المساعدة ولم يستطع أن يستوعب الطرق الدبلوماسية والسياسة الناعمة لتحقيق هذين الأمرين وهما بالمناسبة لصالح العراق يعني ليس فقط لصالح الولايات المتحدة الأمريكية لكن لذلك أعتقد أن الإدارة الأمريكية ومن على لسان السفيرة الأمريكية الجديدة المرشحة مصممة هذه المرة على أن تنتقل من استخدام السياسات الناعمة لمساعدة حكومة السيد السوداني في تحقيق هذه الالتزامات إلى السياسات الخشنة كما يقال وكما يسمونها في علم السياسة بعد أن شعرت بأن السيد السوداني غير قادر على التزام أو تنفيذ التزامات بشكل طوعي وبشكل سلس هذا هو الذي سيحصل في العراق